وقبل التنقل إلى الكونغو بمناسبة مواجهة نادي فيتا كلوب أبدى مدرب شبيبة القبائل ملود حمدي عزمه في ظفر بالنقاط الثلاث من أجل اعتلاء صدارة المجموعة كذلك لذلك هو مادرسين في المغربين في البحثة المغربين لا يوجد أن هذا سيأخذًا لذلك يمكن أن تقوم بها إلى 14 أعائل وعندما عزمت ترك المغربين في التكاريخ نجد أنهم نقوم بها إلى 14 أعائل الآن نحنون أيضاً يحصيح على الوحيد لذلك نعمل لذلك نقوم باتبع الآن كما نقوم بمزجد للمغربين نحن نحن خطأ للتعامل وإنحن نحن 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 نسبة للمشاهدة من يمكننا أن نظر المعارضة لكي نظرر للمعارضة للمنزل